السلام عليكم وفليكاته هو مقطع جديد من لعبة وان بيس باون تيراش والنهار ده يا جماعة نزل الباكيتجات مهمة جدا وطبعا عليها طلب كبير اللي هو لوفي الاكسريم فعشان كده كان من الضرورة ان انا اعمل فيديو عن هل المفروض ان انت تفتح على الشخصية او لا او تفتح على له في الاكسريم ولا لا طبعا ده الكلام ده بالنسبة هي الميلاد له في الاكسريم وكده فهم منزلوا الباكيتجات بتاعته وكالعادة الشخصية بدون مضمون وطبعا كنا ان الشخصية بدون مضمون فاحنا عارفين كويس او اي صحاب النياة بدون مضمون دايما لازم ينزل له في الاكسريم بيحس ان هو ايه ان هو يفلس الناس من الجوار وبعد كده عموا ايه يوموا خطلنا واحد اكسريم عملوا الكلام ده مع مين عملوا الكلام ده مع اللي هو زوره لما احنا كنا في الاحتفالية الرابعة السنة اللي فاتت عملوا الكلام ده مع زوره لما احنا كنا في الاحتفالية الرابعة قبل نزوره انزل نزل له في الاكسريم شفوط الجوار برضو وبعد كده عم خطك زره ايه بتلات تلاف ومتين. تمام? بعدها عمل نفس الكلام سبحان الله عمل نفس الكلام مع ياماتو لاجين. ياماتو لاجين كانت نازل يوم سبعتاشر خمسة فهو ايه فهنا عارفين ايه ميلاد لوفي طبعا في اول خمسة. هننزله ايه اللي هو ايه اللي هو الباكيتجاب بتاعت لوفي. واعتقدك هننزله الباكيتجاب بتاعت قايده لاجين كمان وبعد كده ايه? امخطلنا اكسريم قبل الاحتفالية اللي هي الاربعة ونص كمان اللي هو لوفي الاكسريم. ليه عشان يشفو فجارك فتعرفين بقى يعني عشان يشفو فجارك فطبعا لما يشفو فجارك تغطر انت شحن التكت عشان تجي مسلا شخصية اكسريم انت عايزها والكلام ده يعني. فلوفي يا جماعة ما هو الا شفاط الجواهر. الشخصية او بي او بي جدا القول الهجمية بتاعتها. انا ما شفتش شخصية في اللعبة بقول الهجمية بتاعتك لوفي الاكسريم بصراحة يعني. يعني ساعات بيوصل لان هو بالنورمل بيقوم شايل لك بتلت ضربات نورمل عادي. تمام? فهو الشخصية او بي. طبعا احنا عارفين نقطة ضعفة في الايه? ما عندوش اللي هي خصص الدفاعات اللي تحميه قوي يعني. فيعتبر بيموت بسرعة نسبيا. تمام? فا اه دي ام دوام من نحية الدفاعية. انا ما من نحية الهجمية بجد ما فيش زيه. يعني وانا اكتر شخصية يعني اكتر شخصية شفتها في اللعبة يعني قوية من من النحية الهجومية. وممكن بعدها يكون ايه? يكون ايه? يكون ايه سويا مطوي. يعني الشخصية يتم دولم بالزات القوى الوجمية بتاعتهم جبارة. فاهمني? فهي ده الفكرة بتاعت المضوى. فعلى ازا كان ان هو يستاهل هو ايه يستاهل. بس هو نازل لغرض ان هو يشفه الجواهرك. هو نازل من غير وضمون. يعني تعمل ايه يعني? يعني انت عام انت عايز لوفي. انت عايز اللقات ان ان انت ايه? ان انت تفتح على لوفي. طبعا يعني ليه فانزات كتير وانا بقييدهم. انا واحد منهم والله. يعني حتى انا عندي كل النسخ بتاعت لوفي في الاكونت بتاعي. معنا ان دايما بفتح عليه. تمام? والشخصية حتى قوية جدا في اللعبة حتى لغاية اللحظة الحالية. تمام? اه فالشخصية استاهل بس هو نازل من غير مضمون. فهنعمل ايه? انا مثلا لما جيت افتح عليه ما فتحتش عليه الا بعد لما جبت وزوره. كنت بحاولش من الاحتفالية اللي هي التلاتة على نص بتاعه تمام? ما فتحتش عليه الا لما جبت زوره. يعني انا فتحت على زوره الاستنىب. فتحت على زوره الاول وبعد كده ومتفتح على اللوف الاكسريم. يا الله بقى انا معاه شوية الجوار فضلين. افتح على لوف الاكسريم بعد لما جبت اكسريم باحتفالية اللي هو زوره اللي هو عم حاجة. يعني باني جبت كنت جبت زوره بألف وخمسمية. تمام? فبعدها بقى ومتفتح ايه? ومتفتح على لوفي وجبت لوفي. انما فيما بدون تسعيل exercices. ما رحتش بس علال إيه فاتحتย Huo في الاول حتى قبل ما ظروه وينزل وبعدها قام بتفاتح على ظروه يزول له لا انه קنت مستني الشخصية اللي هتنزل في الاحتفالية. يعني الصخصية اللي هتنزل في الاحتفالية. لا انا كنت مستني مزول وynenزل لذوله طبعا هنزولو. فيش كلام يعني شخصية اسطورية في القنمي وكده فطبعا يعني يعريت فمفتحت عليه ويجبته ما كنتش يعني ايه كنتش عزعل Zaraz انه ان انا جيبته كده. بس برضه كنت متعشم في ان يامة ولاجين تنزل يعني انا كنت عايز يامة ولاجين تنزل. فعملني. فبس فيما دون زلك لأ بجد هو شفاط الجواهر. وانا ما استبعدش خلص ان احنا بعد شوية اللي في بس. تمام? وشخصية اكسريم تنزل. لان يعني بجد دايما اللوف الاكسريم بينزل قبل ما ايه? قبل ما هم يقوموا خبطلنا اكسريم هتنازل يعني. وحتى لو ما فيش اكسريم هينزل قبل الاحتفالية اللي هي الخمسة ونص وكده. تمام? فاحنا انت قدامك دلوقتي ايه ادوبك شهرين وشوية ايه شهرين وحاجة بسيطة يعني. فاللوقتي ايه ايه ادوبك تجاهز نفسك كده الاحتفالية عشان انا متأكد ان احنا هدخل في الاحتفالية لخمسة ونص ديا على حاجات تقيلة وحاجات غالية. وانا متأكد ان هم يعني هيستغلوا الموضوع بتاع الشخصيات لو ممكن نزلوها في الاحتفالية خمسة ونص يعني كويس فعملني فبس فمتروحش تستنزف جارك على لوفي الا لو في حالة واحدة اللي هو انت مش همك اي حاجة وكل لما كان انت تجيب لوفي عشان لوفي شخصياتك مفضلة في الانمي وانت كنت مستاني اللحظة ديان بفرغ الصبر فتروح تفتح علي اه انا ايدك في الفترة في النقطة ديا لان اللذف الاول في اخر من اللعبة ان انت استمتع يعني فاكيد يعني ان انت استمتع مش انت اجيب حتى شخصيات قوة في اللعبة انت استمتع ان انت اجيب الشخصيات اللي انت عايزها في اللعبة ودي النقطة اللي في ناس كتير مش واخدها بالهم منها تمام وان ان انت تعمل شغل بالشخصية اللي انت ايه اللي انت بتحبها ويجيبتها حتى لو هم مش اقوى شخصية عادة تبقى بطرف تلعبها وتعمل بها شغل حتى هوها مش قوية في الليل فاعملني فها دي متعتلابها ومتعت اي لعبة على فكرة مش بقى انت راشة بس تمام فده اللي انا حبيت انا اكد عليه في المقطع بتاع الناب ده حتى مغير ما ادخل على التفاصيل ليش محتاج ان ادخل على التفاصيل لانه دايما الشخصيان غير مضمون وانت غير مضمون فاعملني ففوت الباكت جدوه ان ما تفتحش عليه وهي اشوفكم في المقطع القادم ان شاء الله والسلام عليكم ومهات الله وبركاته اشتركوا في القناة